اتكلمنا عن أزمة من أكبر الأزمات اللي وجهتها الكرة المصرية عبر تاريخها وكانت موسم 1954-1955 في الموسم ده كان الدوري مكوم من عشر أندية يعني الدوري بيتلعب في 18 أسبوع فقط وفي الأسبوع الستاشر حصلت أزمة كبيرة في مباراة الأهلي ونادي الترام السكندري اللي أقيمت يوم 24 إبريل سنة 1955 المباراة انتهت بفوز الأهلي 3-2 الترام كان متقدم بهدفين وبعدها حلمة بو المعاطي جاب هدف الأهلي الأول من ضرب الجزاء وبعد كده توتو جاب هدف التعادل للأهلي بدربة رأس وقبل نهاية المباراة بدقائق أحرز وجيه مصطفى هدف الفوز للأهلي واستكملت باقي مباراة الدوري واختتمت مباراة الأسبوع الستاشر يوم 27 إبريل بمباراة الزمالك والتحاد السويس وفاز الزمالك 4-0 وقدمكم على شاشة موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري بعد مباراة الأسبوع الستاشر الأهلي والزمالك متعدلين في رصيد النقطة والزمالك متفوق بفارق الأهداف وده قبل آخر جولتين في مسابقة الدوري لكن نادي ترام تقدم باحتجاج لاتحاد الكورة قال فيه أن حكم المباراة طرد توني لاعب الترام عشان ضرب طلعت عبد الحميد لاعب الأهلي وما طردش طلعت اللي ضرب توني في نفس اللعبة واستشهد نادي ترام في تقريره بحامل الرأي حكم المباراة كان الحكم الدولي حسين إمام وكان لقبه الإمبراطور لأنه كان صاحب شخصية قوية تعالوا بقى نقول مع بعض مين حسين إمام حسين إمام أخو يحيى إمام حارس الزمالك ومنتخب مصر وأبو الكابتن حمادة إمام نجم الزمالك الكبير الرحل وكابتن حمادة إمام يبقى أبو نجم الزمالك حازم إمام يعني حسين إمام يبقى عم حمادة إمام طب مين بقى كان حمل الراية حمل الراية كان محمد حسين حلمي لعب الزمالك القديم واللي بعد كده بقى رئيس نادي الزمالك يعني ما ينفعش حد يقول إن في مجملة من حسين إمام للأهل اجتمعت لجنة الدوري مساء 27 إبريل عشان تنظر في احتجاج نادي الترام واستدعت الحكم الدولي حسين إمام لسؤاله ولجنة الدوري في الوقت ده هي اللي بتنظم مسابقة الدوري يعني تعتبر زي لجنة المسابقات حاليا المهم الحكم حسين إمام اللي هو يبقى أخو يحيى إمام اللي هو يبقى عم الكابتن حمادة إمام وحزم إمام كل دول بينتموا للزمالك قال أنظرت توني لارتكابه أحد الأخطاء ولما ارتكب خطأ تاني قصدت إليه جريا ولاحظت أنه في الجهة الأخرى ترمى زجاجات بالملعب فاتجهت إليها وفي العودة رأيت توني يضرب طلعت فطلبت منه الخروج من الملعب طرد ولم أرى طلعت يضرب توني وإذا بالأستاذ محمد حسن حلبي حامل الراية يدخل الملعب والقانون لا يعطيه هذا الحق واقترح علي طلعت والقانون يعطيه فقط وصف الحالة دون تكييف القرار وأصدرت